السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النهاردة نتكلم عن رؤية خروج الدم من الأنف في المنام رؤية خروج الدم من الأنف في المنام يختلف حسب شكل الدم وكمية نزوله رؤية الدم الشفاف يدل على المال والرزء الحلال والدم الاستقيل الغليز هو دليل على المشاكل القصية التي يسعب على الرأي النجا منها وقطرات الدم تدل على الأهل والعائلة والسلطة الأرحام ومد ارتباط الرائي بهم ورؤية المرأة المتزوجة لنزول الدم على هيئة قطرات من أنفها دلل على هناء عيشتها الزوجية وتخلصها من المنازعات مع زوجها وتدل تلك الرؤية أيضا على انتهاء الخلافات القائمة بينها وبن أهل زوجها وزوال المشاكل بينهم إذا رأت المتزوجة التي لم تنجب أن أنفها يخرج منه دم قليل جدا دل على الحملة القريب ورؤية المرأة الحامل إن الدم يخرج من أنفها وكان الدم قليل فالرؤية تدل على الولادة السهلة الميسرة وعندما ترى المطلقة الدم يخرج من أنفها فيدل على انتهاء همومها وبذية الروحة والسكينة لقلبها وتعتبر رؤيتها للدم الغزيرة الخارج من أنفها على وجود المشاكل الكبيرة والأمور السلبية التي تعشها بينما رؤية خروج الدم من أنف الرجل في المنام الترقية والمنصب العالي في وظفته ولكن إذا كان الدم الذي ينزل من الأن في ساميك وغليز تدل هذه رؤية على خسارة هذا الرجل لأمواله والدم الأحمر الفاتح في منام الرجل يشير إلى الخير الكثير القادم إليه بسبب سمعته الطيبة وشدة حب الناس له وعند رؤية الميت يخرج من أنف دم تدل على الحسنات التي كان يفعلها هذا الميت قبل وفاته وهي إشارة تدل على السمو ومكانته عند ربه ورؤية الدم يخرج من أنف شخص آخر على حسب شكل الدم إذا شاهد الرأي إن الدم كسيف وساميك يخرج من أنف شخص آخر تدل تلك الرؤية على إصابة هذا الشخص بمكره أو حسد أو مرض ولكن رؤية الخروج دم شفاف من أنف شخص آخر تدل تلك الرؤية على توبة هذا الشخص وتقربه إلى الله وتخلصه من الزنوب ورؤية نزول الدم من الأنف في منام العزباء دلال على زوال الهم والقرب والشفاء من الأمراض ورؤية الفتا العزباء إنها تنزف دم من أنفها يدل على تحقيق أهدفها في الحياة على النجاح والتوفيق إذا رأت العزباء في المنام دم خفيف ينزل من أنفها يدل على الاستقرار النفسي والعاطفي وبكده تكون وصلنا لنهاية حلقتنا من تفسير رؤية نزيف الدم في المنام للعزباء والمتزوجة والمطلقة وللرجل وللحامل نتقابل في حلقة جديدة وتفسير جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته